شوف يا إخوة هذا الأشعري لم أرى أحمق مثله قال لي كيف العاقل في الدنيا أن يصدق أن واحد يسوي اثنين يجب عليك أن تدخل مساحة عقلية شوفوا ماذا قال لي هو يقول ينسحني بدخل المساحة عقلية نقلت له كلامي لهم أحمد قلت له والقرآن كلام الله ليس مخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر قال لي مذوعنا ما نزل به جبريل وأسر على القول ما نزل به جبريل هل هو مخلوق أم غير مخلوق يعني وكأن جبريل لم ينزل بالقرآن عليه السلام هذه واحدة نقل فما فهمتني ماذا قال لي كلام آل أحمد صحيح لأن كلام الله صفة أزلية ليست مخلوقة بل هي واجبة له لأنه تعالى تتنزه أن تقوم بذاتي الحوادث فما قامت به الحوادث هذه يعني كلها فلسفات لا التفت إليها الحمد لله في القتاب والسنة ما يغنينا عن هذه الثرثرة قالت له ما نزل به جبريل أليس القرآن آل أحمد قال ما نزل به جبريل هو القرآن شوف ماذا قال لي ما نزل به جبريل عليه السلام هو الدال على كلام الله وهو مخلوق ما نزل به جبريل عليه السلام هو دال على كلام الله وهو مخلوق ما نزل به جبريل يعني القرآن كلام الله لكنه مخلوق وقل لي يعني هم مرة يقول لي كلام الله القرآن ليس مخلوق ومرة يقول لي جبريل نزل بالقرآن وما نزل به جبريل هو مخلوق قلت له ثم تقول لي ادخل من صحة عقلية يا غلام وما ذرت عليه آه صدقت الذي نزل هو الدال على كلام الله لهذا قال تعالى بسرط يوسف إن أنزلناه دالا على كلام الله عربيا وليس إن أنزلناه قرآنا عربيا شفت يعني سبحان الله الحماقة يعني هذا من اتباع الفلسفة والعلم الزندقة وليس المنطقة وعلم الكلام الكفري يعني يقول بأصحابه إلى هذا الكفر وإلى السخرية والمسخرة نصد الله سلام و العافية